هلو هلو السلام عليكم تعطيك العافية أربيك والله سيدي من صوتك واضح محنوياتك عالية ما شاء الله عليك الحمد لله سيدي بنفسك الله يقويك سيدي أنا متابع مع يوسف باشا أخبارك أول بأول بس قلت واجب أتطمن عليك وعلى كل البعثة وأسمع منك كيف الأمور على الأرض الله يكذر واجبك سيدي تسلم تسلم يا سيدي احنا سيدي حالة طمن جلال سيدنا وطمن سموه أن كل مرتبات القوة بخير وصحة ومعنويات عالية وأمورنا تمام الحمد لله رب العالمين المستشفى مازال مواصل عمله وباستقبل الحالات من تاريخ 13-9 من ما وصلنا إلى أرض المهمة نعم اقبلنا لغاية الآن سيدي 6381 حالة نعم و 8625 إجراء طبي عملنا 137 عملية جراحية ما بين عمليات بسيطة إلى عمليات متوسطة خلال فترة العمليات العسكرية سيدي استقبلنا لغاية الآن 94 حالة طريعة ولله الحمد سيدي المستشفى مازال مواصل للمكرمة الملكية الهاشمية والتي تعتبر الشريان الرئيسي اللي بيغذي أهلنا في غزة وفي دعم ثمودهم ووقوفهم بجانب أهلنا وأنا شايف الأمور فوق المعقول الوضع ويعني اللي قاعدين منشوفه واقع عليم وكارثي بس بأكد لك أن كل الوردنيين على الإطلاق قلوبهم معكوا ومع أهلنا بغزة الله يكون بعونهم ويعني اللي بيصير عدوان وحشي وما بيرضى في أي إنسان عنده ضمير وخروج عن أي عرف دولي أو اعتبار إنساني فلا سيدي بعرف حملكو ثقيل بس أنا بعرف عقيدة الجيش العربي طول عمره قدها وجهودكو دايما جبارة ومقدرة ولا سيدي بس حبيت أسلم عليكو وأطمن عليكو ونقول تحيات جالد سيدنا إلك ولكل الرفاق المخلصين في الميدان وإلكو كل الدعم منا الله يقول سيدي وإحنا منوعدك إن شاء الله نكون على العهد والوعد ونوصل الرسالة الإنسانية اللي بتحملها قواتنا المسلحة بفضل توجيهاتكو الحكيمة سيدي على مدار السنوات إحنا المستشفى بلش من 2009 وما زال مستمر للآن بتقديم يد العون والمساعدة لأخواننا وأشقانا في قطاع غزة نعم الله قويك سيدي إن شاء الله الفرج قريب والله معكو ويرجعكو سارمين إن شاء الله سيدي بتثمر المساعي الدولية وعلى رأس مشاعي جلالة الملك وجهوده بوقف هذا العدوان إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله الله أكبر سلام يا سيدي سلام يا سيدي سلام يا سيدي سلام يا سيدي